وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وبارك وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء والذي هو في الواقع يمثل حلقة تسجيلية سبق وأنني وعدتكم بأنني سأشرح صفة صلاة أصحاب الأعذار الذين يصلون على الأرض أو يصلون على الكراسي وكذلك المرضى عاف الله جميع مرضى المسلمين والمسلمات ممن لا يستطيعون القيام ولا يستطيعون القعود فأشرح لهم كيفية الصلاة على الجنب وكيفية الصلاة على الظهر ما يسمى الاستلقاء وكذلك أشرح كيفية الصلاة في الطائرة تعلمون إخواني وأخواتي بأن القيامة في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم ولذلك لما حصل حقيقة جملة من الأخطاء والمخالفات والأمور التي حقيقة نراها في مساجدنا وأيضا نسمعها في برنامجنا من خلال طرح أسئلة كثيرة فيها هذا النوع من المخالفات ومن الأخطاء سجلت هذا اللقاء بصورة عملية واقعية وترجمة فعلية لقضية ما نشرحه نظريا ونقوله من خلال كلامنا في هذا البرنامج وفي غيره بحيث أن الجانب العملي ينطبع في الذهن دائما الصورة العملية تنطبع في الذهن وتنطبع في النفس وإن شاء الله سأنتقل أنا وإياكم بعد قليل إلى شرح صفة الصلاة على الأرض وشرح صفة الصلاة على الكرسي وكذلك شرح صفة الصلاة صلاة أصحاب الكراسي في الجماعة في المسجد وأيضا نشرح صفة الصلاة على الجنب والاستلقى وكذلك في الطائرة وأنا في الواقع أخواني وأخواتي لم أشاء أنني أستوعب جميع المسائل في هذا الباب فهي مسائل كثيرة وعديدة وطويلة لكنني أحببت أن أنبه على أهمها يعني بشرح عملي وصورة واقعية يعني يستفيد إن شاء الله منه من يحتاج إلى الصلاة على الكرسي وأيضا حذر تحذير شديد من التهاوم في قضية الصلاة مع القدرة على القيام أما صلاة النفل فالله عز وجل رخص لنا في قضية صلاة النفل والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بأن صلاة النافلة لو كان الإنسان قادر على القيام يجوز له أن يصلي قاعدا بشرط أن يعلم بأن الأجر على النص من صلاة القائم إلا إذا كان جلوسه في صلاة النفل لسبب ولعذر مثلا كمرض فالله عز وجل يكتب له أجر الصلاة كاملة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مريض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيم أنا لا أريد أن أطيل عليكم لعلكم إن شاء الله الآن تتفضلون بمشاهدة ومتابعة المسائل والأحكام والأحوال التي عليها من يصلي على الأرض أو يصلي على الكرسي بمجموعة أحوال وهيئات شرحتها فأرجو الله عز وجل أن تكون نافعة مفيدة وإن شاء الله إذا يسر الله بعد هذا اللقاء في لقاءات قادمة من أشكل عليه شيء من هذه المسائل لعله يتواصل معنا ونجيبه على إشكالاته فاتفضلوا مشكورين أخواني وأخواتي قبل أن أبدأ في صفة صلاة أصحاب الأعذار من الصلاة على الأرض أو الصلاة على الكرسي أحببت أن أنبه إلى مسألة وهي أن الصلاة قائما بالنسبة للمصلي في الفرض ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا قياما لمن كان قادرا عليه في الفرض لقول الله تعالى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم أما صلاة النفل فالأمر فيها سهل ولله الحمد والمن فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من كان قادرا على القيام في صلاة النفل ثم جلس لحرج عليه في ذلك وصلاة صيحة لكن أجره على النصف من صلاة القائم هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك من المهم جدا أن يتنبه كل مصل على أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إذا صلى المصل قاعدا وهو قادر على القيام فأحببت أن أقدم هذه المقدمة بين يدي صفة الصلاة على الأرض وصفة الصلاة على الكرسي والآن ننتقل إلى المرحلة الأولى من مراحل الصلاة على الأرض فتفضلوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآن إخواني وأخواتي نبدأ بالصفة الأولى من صفات الصلاة قاعدا فالأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي قاعدا يتربع وهذه هي صفة التربع بهذه الطريقة وهي معروفة عند الناس جميعا هذه صفة التربع فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من فرسه وما استطاع القيام صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وهذه صفة القعود في الصلاة أن يصلي متربعا عندي إخواني وأخواتي مجموعة من المسائل في الصلاة متربعا هذه هي صفة التربع فإذا أراد أن يصلي بهذه الطريقة يكبر كأنه يكبر حال القيام قل الله أكبر ويضع يده اليمنى على اليسرى ثم يبدأ بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة ثم قراءة الفاتحة طيح إذا أراد الركوع كيف يركع هو الآن ما يستطيع القيام يركع بمثل هذه الطريقة يقول الله أكبر فيضع يده على فخذيه ثم يومئ برأسه بمثل هذه الطريقة يومئ برأسه سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم ثم يقول سمع الله لمن حميده هذه المسألة الثانية طيب من الناس من لا يستطيع السجود عنده إشكالات وعدم قدرة على السجود إذن يسجد بالإيماء بحيث يجعل السجود أخفض من الركوع قبل قليل ذكرت لكم صفة الركوع إذن ننتقل إلى صفة السجود وهو يقول الله أكبر وينوي بهذا السجود يومئ أخفض من الركوع سبحان رب الأعلى سبحان رب العلى سبحان رب الله الله أكبر وينوي بهذا الجلسة بين السجدتين ثم بعد ذلك يبدأ بالسجدة الثانية يقول الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب العلى ثم يقول الله أكبر ويبدأ في الركع الثانية ويستمر كأنه في الصلاة كأنه في صلاة يعني كأنه قائم في مسألة بعض الناس يستطيع السجود هو لا يستطيع القيام ولا يستطيع القيام للركوع مثلا لكن يستطيع السجود إذن يجب عليه أن يستطيع لأن عندنا قاعدة إخواني وأخواتي أن الميسور لا يسقط بالمعسور فإذا كان المصلي قادرا على السجود لا يجوز له أن يترك السجود لكونه لا يستطيع القيام ولذلك قال العلمة بأنه إذا أراد السجود قال هكذا يرجع إلى هيئة الجالس جلسة المتشهد بهذه الطريقة ثم يسجد سجود عادي الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى ثم يرجع لاحظتم كيف ترك التربع لأن التربع للقيام يعني التربع ينوب مناب القيام أما السجود فهذه الجلسة ثم يسجد السجدة الثانية الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى ثم يقول الله أكبر فإذا أراد أن يرجع إلى الركعة الثانية الآن قام إلى الركعة الثانية يرجع إلى التربع بمثل هذه الطريقة يتربع مرة ثانية ثم يقرأ يبدأ بقراءة الفاتحة وسورة ويعمل في الركعة الثانية مثل ما عمل في الركعة الأولى مثل ما عمل في الركعة الأولى طيب لما يأتي التشهد ماذا يفعل عند التشهد الأول التشهد الثاني على حسب الصلاة يجلس جلسة المتشهد بمثل هذه الطريقة الذي يجلسونها للتحيات بمثل هذه الطريقة يجلس جلسة المتشهد يجلس جلسة المتشهد بهذه الطريقة ويرفع أسبوعه ويبدأ بقراءة التحيات طيب بعض الناس يقول أنا يشق علي عملية التغيير يعني بين التربع وبين هذه الطريقة نقول له افعل الذي تستطيع فإذا كان الشخص مثلا وهو متربع يقول والله يشق علي أنني مثلا يشق علي أنني أجلس جلسة المتشهد فأنا بالكاد أجلس هذه الجلسة نقول افعل الذي تستطيع ولله الحمد والمن عندي مسألة مهمة وهي فيما يتعلق بوضع اليدين عند هيئة السجود إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض تذكرون إخواني وأخواتي قبل قليل ذكرت بأن الإنسان الذي لا يستطيع الركوع يومئ ما يقول الله أكبر سمع الله لمن حمد طيب الذي ما يستطيع السجود على الأرض يومئ ما أخفض يقول الله أكبر ويرفع طيب أين يضع اليدين تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر طبعا الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين طيب في حالة السجود هل يضع يديه هنا أم يضعهما على الأرض عندنا قاعدة ذكرتها قبل قليل بأن الميسور لا يسقط من معسور فإذا جاء وضعية السجود فإن المشروع في حق أن يضع يديه على الأرض هكذا قائن الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب العالم الله أكبر يضع يديه على فخذيه ثم يقول الله أكبر ويضع يديه على الأرض لأن هذا أحد أعضاء السجود الذي يستطيع الإنسان أن يأتي به حالة حالة جلسته أو حالة سجوده بارك الله فيكم وهذا أهم المسائل المتعلقة لمن كان قادرا على الصلاة على الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك الآن إخواني وأخواتي ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الصلاة على الكرسي فتفضلوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نبدأ الآن إخواني وأخواتي بكيفية وأحكام الصلاة على الكرسي لكن أولا لابد من أن أنبه على مسألة وهي أن لا يجوز للإنسان القادر على القيام والقادر على الركوع والقادر على السجود أن يتساهل في قضية الصلاة على الكراسي لأن من كان قادرا على القيام وقادرا على الركوع والسجود ثم صلى على الكرسي في الفرض فصلاته باطلة وللأسف الشديد حقيقة يوجد إن صح التعبير ترف الآن في استعمال الكراسي عند بعض المصلين هدان الله وإياهم ولذلك يتنبهون لهذا فالإنسان القادر على القيام مع انحناء بسيط ويستطيع يستمر في الصلاة لا يجوز له القعود يعني لو أن شخصا قادر على القيام في الصلاة لكن في انحناء بسيط ويكمل الصلاة يجب عليه القيام لو كان مثلا شخص يستطيع القيام بمسك العصى بحيث لو أنك أخذت العصى منه ما عنده مشكلة ما يسقط يجب عليه أن يستعمل العصى ولا يجلس وهذا تنبيه حقيقة لبعض الإخوة الذين يعانون مشاكل صحية بسيطة ويستطيع الحمد لله الصلاة قائمة لكن يتساهل في قضية الجلوس على الكرسي فيتنبه المصلي لمثل هذا فالصلاة على الكرسي ليست لكل أحد وإنما للعاجز عن الإتيان بالقيام في الفرض أنا أتكلم إخواني وأخواتي عن الصلاة في الفرض أما النفل فسبق أنني ذكرت لكم بأنه يجوز الصلاة قاعدا في النفل لكن الأجر على النص من صلاة القائمة الآن أشرع في ذكر الأحكام المتعلقة بالصلاة على الكرسي الآن نبدأ إخواني وأخواتي بالأحكام المتعلقة في الصلاة على الكرسي أولا تعلمون بأن الناس من حيث الصلاة على الكرسي أو على الأرض على ضربين قسم لا يستطيع القيام أصلا يعني نسأل الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين والمسلمات فهذا يصلي من ابتداء الصلاة قاعدا يصلي قاعدا من ابتداء الصلاة لأنه أصلا ما يستطيع القيام يأتي على كرسي متحرك أو دائما يكون جالسا الحالة الثانية بارك الله فيكم فيما يتعلق بقضية القيام يعني من الناس من يستطيع القيام عنده قدرة على القيام هذا يجب عليه وجوبا أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما يعني حتى لو كان عنده بعض القدرة على القيام فيجب عليه أن يكبر قائما ثم يقعد إن أحتاج إلى القعود أو أنه يستمر قائما ثم إذا أراد الركوع يوم إيماء كما سأشرح ثم تبدأ عملية بقية أحكام الصلاة إذن يجب أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام قائما ما دام أنه يستطيع القيام هذا واحد المسألة الثانية الناس مثلا من المصلين من يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع ولا السجود ماذا يفعل؟ نقول هكذا يكبر قائما يقول الله أكبر ويصلي قائما وجوبا ويخطئ كثير من الناس الذين يعتقدون بأنه ما دام أنه لا يستطيع الركوع ولا السجود يجلس من ابتداء الصلاة فهذا خطأ عظيم يؤثر على صحة الصلاة لا تصلي قائما تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة وتبدأ بقراءة ما زاد عن الفاتحة ثم إذا أردت الركوع الآن نحن قلنا بأنه لا يستطيع الركوع ماذا يفعل؟ يقول هكذا الله أكبر وهو قائم يوم برأسه إيماء سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم ثم يقول سمع الله لمن حميده الآن رفع من الركوع لماذا قلنا يركع واقفا؟ لأن الركوع يتبع القيام الركوع أقرب إلى القيام من الجلوس ولذلك يركع قائما بالإيماء إذا كان لا يستطيع الركوع يقول هكذا الله أكبر سمع الله لمن حميده أما السجود إخواني وأخواتي فلكونه أقرب إلى الأرض فإنه يجلس على الكرسي أو يجلس على الأرض لكن نحن الآن نتحدث عن الصلاة على الكرسي يجلس بمثل هذه الطريقة ثم يقول مباشرة الله أكبر سبحان رب الأعلى ثم يرفع يقول الله أكبر بمثل هذه الطريقة ويوم إيماء آخر هكذا ينوي بها السجد الثاني الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب الله أكبر طبعا بالنسبة لوضع اليدين هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين وهي أن بعض المصلين وإن كان هذا قول لبعض الفقه إلا أنه في الحقيقة يعني ليس عليه دليل ولا يتفق حتى مع القواعد الشرعية في مثل هذا وهو أنه إذا سجد قال بيده هكذا في الهواء يقول هكذا ينوي بهذا هذا خطأ يا إخواني وإخواتي بارك الله فيكم وإنما وضعية اليدين إما أن توضع على الفخذين أو توضع مثلا على طرف الكرسي بمثل هذه الطريقة لأن الآن الجالس على الكرسي كالجالس على الأرض وذكرت لكم في صفة الصلاة على الأرض بأن إذا استطاع المصل أن يضع يديه على الأرض فهو واجب لأن الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسقط بالمعسور وهذه هي أقرب إلى الأرض من كونه يرفع يديه في الهواء يرفع يديه في الهواء فتنبه لهذا بارك الله فيكم هذه مسألة القادر على القيام لكنه غير قادر على الركوع ولا على السجود فذكرت بأن الركوع أقرب إلى القيام فيومئ بالركوع قائما وأما السجود فهو الأقرب إلى الأرض فيجلس على الأرض أو على الكرسي ويومئ بالسجود ويأتي بأذكار السجود كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انتهى من السجود وهو قادر على القيام يقوم بمثل هذه الطريق هكذا يقول الله أكبر ويبدأ القيام هكذا ثم يشرع في الركعة الثانية ويكمل بقية الصلاة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن إخواني وآخواتي عندنا مسألة أخرى وهي أن بعض الناس لا يستطيع القيام ليس عنده قدرة على القيام لكنه يستطيع السجود على الأرض هو لا يستطيع القيام وطبيعي بأن الذي لا يستطيع على القيام لا يستطيع الركوع لكنه يستطيع السجود على الأرض فهل يسقط عنه السجود إذا كان مثلا جالسا على الكرسي مثلا الجواب لا ولذلك الآن أذكر لكم هذه المسألة رجل لا يستطيع القيام في الصلاة ولا يستطيع الركوع لكن يستطيع السجود ماذا يفعل؟ هكذا الآن هو رجل أو امرأة القيام والركوع ما يمكن أن يأتوا بهما الله أكبر بهذه الطريقة وإذا جاء الركوع قال الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانه سمع الله لمن حمينه هكذا طيب الآن يستطيع السجود هل يسقط عنه السجود؟ الجواب لا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وهذه قاعدة مهمة يا أخواني طيب ما العمل عليه؟ ما الواجب عليه؟ الآن يسجد على الأرض بمثل هذه الطريقة الله أكبر سبحان رب العظيم سبحانه الله الله أكبر الله أكبر سبحان رب العظيم سبحانه الله ثم يرجع إلى الكرسي إن كان يشق عليه بقاؤه على الأرض ويكمل صلاة بمثل هذه الطريقة يكمل بقية الصلاة بمثل هذه الطريقة وهذا هذه مسألة غاية في الأهمية يغفل عنها كثير من الناس عندي مسألة أخرى وهي أن بعض الناس إذا صلى على الكرسي تجده يستند إلى الكرسي بحيث أنه يتكي عليه اتكاءا كاملا وهذا من الملحوظات وإن كان المسألة فيها كلام لكن ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذا إلا إذا احتاج إليه أن بعض الناس الآن مضطر أنه يستند على مؤخرة الكرسي لكن بعض الناس غير مضطر إلى ذلك فالواجب عليه أن لا يستند على مؤخرة الكرسي لماذا؟ لأن عندنا قاعدة بأن الإنسان القائم في الصلاة لا يجوز له أن يستند على شيء بحيث أنه لو أزيل عنه سقط كذلك حالة الجلوس الآن على الكرسي هي مثل حالة القيام فإذا كان قادرا على الجلوس من دون استناد فالواجب أن يبعد ظهره عن مؤخرة الكرسي يبعد ظهره عن مؤخرة الكرسي ويصلي بشكل طبيعي بارك الله فيكم وهذه من المسائل المهمة التي يجب على المصلي على الكراء الكرسي أن يتنبه لها عندي مسألة أخرى إخواني وأخواتي ما يتعلق بقضية وضع شيء على الجبهة أثناء السجود مثل مخدة أو مثل هذه الكراسي التي انتشرت وللأسف الشديد أقولها أشبه بالمخدة أشبه بالطاولة الأمامية وهذه طبعا صنعت لمثل هؤلاء الذين يحتاجون إلى الصلاة على الكراسي ظن منهم بأن هذا مشروع وهذا في الواقع غير مشروع ولذلك هذه من المخالفات ويجب على المصلي أن يتركها ويصلي على الحالة التي يستطيع ولا يحمل مخدة مثلا أو يسجد على مثلا الشيء الذي مصنوع الآن على بعض الكراسي وإنما يصلي بشكل طبيعي ويسجد بالإيماء الطبيعي عندي مسألة أخرى وهي المبالغة في مسألة السجود على الكراسي نلاحظ إخواني وأخواتي أن بعض الناس يبالغ في قضية الركوع والسجود من حيث الخفض تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بأنه قال يومئ برأسه والإيماء يكون بالرأس وليس بالجسد بمعنى أنك تقول هكذا الله أكبر تنوي بهذا الركوع سمع الله لمن حامله ثم تقول الله أكبر وتنوي بهذا السجود ثم تقول الله أكبر من الناس من يبالغ قول هكذا يجعل هيئة الركوع حال الجلوس مثل هيئة الركوع حال القيام هكذا يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده في الواقع بأن هذا خطأ كذلك مسألة السجود هكذا تجد بعض المصلين يسجد بمثل هذه الطريق هكذا يقول الله أكبر وهذا إخواني خطأ الله عز وجل يسر علينا مسألة الصلاة خاصة الإنسان الذي يعاني مشاكل صحية فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يومئ برأسه والإيماء في لغة العرب وفي لغة الشرع يكون بالرأس فتقول هكذا الله أكبر سمع الله لمن حمده والسجود تخفض شيئا قليلا الله أكبر الله أكبر بهذا يكون المصلي قد أتى بأركان الصلاة بعيدا عن التشدد بعيدا عن التنطع بعيدا عن المبالغة بعيدا عن المخاطرة في أشياء قد تؤذي المصلي مثل ما ذكرت في قضية وضع اليدين هكذا هذا خطأ ما أنزل الله جل وعلا به بهذا الفعل من سلطان وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هذا اجتهاد لبعض الفقهاء يعني ذكروا أن هذا قياس على يعني وضع اليدين على الأرض والواقع بأن اليدين توضع على الكرسي هكذا لأن هذه هي تقوم مقام الأرض أو توضع على الفخذين أنتقل الآن وإياكم إخواني وأخواتي إلى صفة أخرى من صفات الصلاة على الكرسي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من المسائل الحقيقة التي يحصل حول إشكالات كثيرة فيما يتعلق بصلاة الصلاة على الكرسي في المساجد ويحصل حقيقة يعني خلط وخبط وإشكال كثير جدا ولذلك أحببت أنني أسهل هذه المسألة وأبسطها فيما يتعلق بموقف المصلي على الكرسي بين الصف وهذا يختلف باختلاف حال المصلي فتعلمون بأن بعض المصلين يبدأ الصلاة قاعدا يعني من أول الصلاة وهو قاعد على كرسي مثل هذه الحالة ولذلك مكانه أن يجعل قوائم الكرسي الخلفية هي على الصف ويقدم رجله بمثل هذه الطريقة فتكون المصافة بهذه الطريقة يعني الكتف على الكتف فالقوائم الخلفية للكرسي هي التي تضبط عملية الصف بارك الله فيكم هذه هي لمن كان ابتدأ الصلاة على الكرسي قاعدا من أولها بحيث يجعل كتفه على كتف من عن يمينه أو عن يساره والقوائم الخلفية للكرسي هي التي تأخذ وضعية الصف أما الحالة الثانية فهي حالة الصلاة قائما ابتداءا وكيفيتها كالتالي الآن هو سيبتدئ الصلاة قائما لاحظوا إخواني وآخواتي أن تقدم المصلي هنا مخل بالصف ولذلك الذي عن يميني أنا متقدم عليه والذي عن يساري متقدم عليه وفيها حقيقة شيء من قطع الصف ولأجل هذا إخواني وآخواتي من المهم جدا أن يبدأ المصلي الذي يصلي قائما ثم يقعد في الركوع والسجود أن يبدأ بمثل هذه الطريقة يرجع الكرسي إلى الخلف بمثل هذه الطريقة ويقف مع المصلين بمثل هذه الطريقة يقف ويصلي بشكل طبيعي هكذا سوى الصف ووقف كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يمكن تقولون الكرسي الذي الآن أخره سيسبب بضرر لمن خلفه وهذا حقيقة غير صحيح أو غير موجود لأن الذين في الصف الثاني قيام ما زالوا قيام صحيح قد يضر بهم حال السجود ولذلك الآن إذا قلنا بأن الشخص الآن يستطيع الركوع القيام والركوع يركع بشكل طبيعي بهذه الطريقة وسمع الله لمن حميده إذا كان ما يستطيع الركوع ولا السجود فبمجرد أن يبدأ الإمام في قضية الركوع بعد نزولا من القيام يقدم الكرسي بمثل هذه الطريقة السهلة والحركة هذه لمصلحة الصلاة الحركة هذه لمصلحة الصلاة ولا تضر وإذا قام الإمام طبعا خلاص يومئ الآن بالركوع ويومئ في السجود مثل ما شرحنا ثم إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية قام معهم وأخر الكرسي قليلا ووقف في الصف بمثل هذه الطريقة ويكمل صلاته بشكل عادي هناك من الفقه من يقول بأنه يعني لو تقدم فإن هذا التقدم اليسير معفو عنه وذكروا شيء من هذا لكن حقيقة اللي يظهر لأن هذا حقيقة مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا مربك لمسألة الصف فالتقدم الكبير بمثل هذه الصورة يعني يتنافى مع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من تسوية الصف ولذلك إخواني وأخواتي الحركة هذه حركة الكرسي تقديما وتأخيرا بشكل يسير هذه لا تضر الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام تحرك في الصلاة كثيرا وذلك لمصلحة الصلاة فأحببت أن أبين بأن الوضع المناسب لمن كان قادرا على القيام أن يكون قد صف بمثل هذه الطريقة بارك الله في الجميع لكن أخواني وأخواتي قد يقول قائل بأنه والله هذا رجل كبير في السن يعني حركة الكرسي تقديما وتأخيرا يعني متعبة ومرهقة ومجهدة له أو قد تتسبب له بأضرار إذا في مثل هذه الحالة يجب عليه القيام وممكن أنه يتقدم بمثل هذه الكرسي بمثل هذه الطريقة يتقدم بالكرسي بمثل هذه الطريقة لأنه هذه قدرته وهذه استطاعته والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولذلك هذا التقدم اليسير يكون في حق مثل هذا الشخص معفو عنه وأما من كان قادرا على حركة الكرسي تقديما وتأخيرا فالأصل أنه يبقى في الصف ويقدم ويؤخر على حسب القدرة والاستطاعة بارك الله فيكم الآن أنتقل وإياكم إلى صلاة المسافر في الطائرة وكيفية القيام والقعود فيها فتفضلوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أخواني وأخواتي تعلمون بأن الله تعالى رخص للمسافر جملة من الأمور من ضمنها القصر والجمع فإذا كان المسافر يعتقد بأنه سيصل في وقت الأولى أو في وقت الثانية فالأفضل والأكمل له أن يؤخر الصلاة حتى يصل البلد ويصلها بكل طمعين يقصر الرباعية إلى ركعتين ويجمع بين الصلتين لكن إن غلب على ظنه بأنه سيخرج الوقت وهو ما زال في الطائرة مثلا فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها وهنا ينشأ السؤال كيف يصلي من كان في الطائرة كثير من الناس يخطئ في كفية الصلاة في الطائرة الحال الأولى بالنسبة لمن كان مصليا في الطائرة أن يبحث عن مكان يصلي فيه الصلاة قائما ويستأذن المسؤول عن الطائرة أو يذهب إلى جهة معينة إن ما استطاع مثلا لم يستطع مثلا الصلاة في أي مكان في الطائرة فيصلي في المكان الذي هو في أغلب المسافرين الآن يصلون على الكراسي مع قدرتهم على القيام وهذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي في الطائرة يصلي قائما يقول الله أكبر يصلي قائما طيب الآن يريد الركوع يستطيع يركع يجب عليه أن يركع ما يستطيع لقرب الكراسي يعني إلى بعض يومئ ما يقول هكذا كما شرحنا فيما سبق يقول هكذا في الركوع لأن هذه قدرته واستطاعته طيب سمع الله لمن حميده إذا أراد أن يسجد كيف يسجد طبعا طبيعة الكراسي في الغالب يعني ضيقة ولا يستطيع السجود يجلس على كرسيه بمثل هذه الطريقة قل الله أكبر ثم يومئ في السجود بهذه الطريقة الله أكبر فإذا جاءت الركعة الثانية قام وأكمل صلاته بمثل هذه الطريقة ومسألة الركوع يومي فيها إيمان طبعا درجات الطائرة هناك الدرجة الأولى فيها مجال ومساحة للسجود وعلى الأرض ويأخذ المسافر راحته لكن الدرجات الأخرى درجات الطائرة أعتقد بأنه من الصعب جدا أن يركع وأن يسجد بمثل هذه الحالة وبمثل هذه الصورة طيب لو قال قائل مثلا لا يستطيع القيام إما لكونه مثلا يعني عاجزا نقول صلي جالسا قد يقول قائل والله أنا قيامي بمثل هذه الطريقة قد يعني يسبب لي ضرر قد يسبب لي ضرر مثلا نقول له صلي جالسا على الكرسي وتكون ممن تقى الله حسب استطاعتك وطاقتك وقدرتك الآن إخواني وأخواتي ننتقل إلى صفة صلاة المريض الذي لا يستطيع للقيام ولا يستطيع القعود نسأل الله أن يكتب الشفاء والعافية لجميع مرضى المسلمين فتفضل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إخواني وأخواتي أسأل الله تعالى أن يعافية جميع مرضى المسلمين والمسلمات كثير من إخواننا وأخواتنا حينما يمرضون يعتقدون بأن الصلاة خلاص قد سقطت عنهم وبعضهم يقول لا نؤجل الصلاة وبعضهم يقول نقضيها وهذا غلط مدام أن العقل موجود والروح تتردد في البدن يجب على الإنسان أن يصلي و يصلي على الحالة التي يستطيع لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم و النبي صلى الله عليه و عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم شرحنا قبل قليل كيفية صفة الصلاة قياما و قعودا الآن كثير من الناس ما يستطيع حتى القعود لا يستطيع لشدة المرض طيب كيف يصلي يصلي على جم و ما هي كيفية الصلاة على الجم بهذه الطريقة وسأذكرها تطبيق عملي حتى تصل الفكرة إلى إخواني و أخواتي خاصة الذين يرقدون على الأسر البيضاء أو في بيوتهم أسأل الله تعالى أن يمنع عليهم بالشفة و العافية هكذا إخواني و أخواتي بالنسبة للصلاة على الجنب يكون على جنبه الأيمن و إلى جهة القبلة وجهه إلى جهة القبلة بمثل هذه الطريقة يقول الله أكبر سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك و أتوب إليك يبدأ بالفاتحة إذا أراد الركوع قال الله أكبر يومئ برأسي قليلا سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد ثم بعد ذلك يسجد ينوي السجود الله أكبر و يجعل السجود أخفض الله أكبر قد يقول قائل أنا لا أستطيع حركة الرأس لا يحتاج أن تحرك رأسك و إنما يكفي في ذلك النية يكفي في ذلك النية تنوي أنك تركع الآن تقول الله أكبر من دون حركة و هذا هو الركوع ثم تقول سمع الله لمن حمده بمثل هذه الطريقة طبعا وضع اليدين نفس وضعية اليدين في الصلاة حال القيام و بعدين يجي الركوع تضعها على فخ ذيك مثلا و حال السجود نفس الشيء أو تضعها مثلا على الأرض إن استطعت تنوي بذلك السجود و تفعل ما استطعت لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم إذا لم يستطع الإنسان الصلاة على الجم فإنه يصلي مستلقيا و الاستلقاء على الظهر يختلف من جهة التوجه إلى القبلة فالصلاة على الجم يجب أن يجعل وجهه إلى القبلة بمثل هذه الطريقة أما إذا استلقى على ظهره فإنه يجعل رجليه إلى القبلة أخواني و أخواتي الآن ذكرت قبل قليل من لم يستطع الصلاة على الجم فإنه يصلي مستلقيا على ظهره هذا إذا لم يستطع القعود و صفة الصلاة على الظهر أن يكون رجليه المصلي إلى جهة القبلة تكون رجليه إلى جهة القبلة بمثل هذه الطريقة و يصلي على ظهره مستلقيا بمثل هذه الصورة بارك الله في الجميع وتكون صلاة بمثل هذه الطريقة رجليه إلى القبلة و يكبر هكذا يضع يديه و يقرأ و إذا أراد الركوع أو ما إيماء يسير إن استطاع و إن لم يستطع لا يحتاج إلى الإيماء و إنما ينوي بقلبه بأن هذا الركوع و هذا السجود و أنا أنصح أخواني و أخواتي كل من كان مريضا عاجزا عن القيام و القعود أن يوجه سريره إلى جهة القبلة من حيث الرجلين يعني توضع جهة الرجلين إلى القبلة و يرفع رأسه شيئا قليلا يرفع رأسه شيئا قليلا هذا إن لم يستطع الصلاة على الجنب فإذا استطاع الصلاة على الجنب لا ينتقل إلى الاستلقاء و إذا صل على جنبه جعل وجهه إلى جهة القبلة كما بيّنت بارك الله في الجميع و شفى الله المسلمين و المسلمات حياكم الله إخواني و أخواتي شهدنا و إياكم هذه الحلقة التطبيقية المتعلقة بكيفية الصلاة على الأرض و الكراسي و أسأل الله تعالى أن تكون قد حققت ما رمت إليه و قصدته من إيصال المعلومة بكل تبسيط و أيضا تصويرها من حيث الجانب العملي حتى ترسخ في الذهن و إن كان هناك استفسار مثلا أو استيضاح مثلا فالحمد الله للبرنامج يستقبل اتصالاتكم و أيضا يستقبل كل ما تريدون التنبيه عليه من ملحوظات و أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع ألتقيكم غدا بحول الله و قوته إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر